موسيقى اهلا بكم صنعاء صارت اقرب والجيش الوطني على ابواب عاصمة اليمنين بعد اكثر من عام اين من سيطرة الميليشيا مصدر عسكري اكد ان الجيش الوطني والمقاومة قد استكملوا السيطرة على منطقة الضبوعة في نهم على مشارف مديرية ارحب محافظة صنعاء في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين اهمية هذا التقدم واثره على المسارين العسكري والسياسي للازمة اليمنية بعد قرابة عام من المعارك في مديرية نهم وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الى مشارف ارحب تطور سيكون له ما بعده على المسارين العسكري والسياسي مصدر في الجيش الوطني قال انه بعد سيطرة على منطقة الضبوعة بنهم ستنتقل المواجهات الى سشلة بمديرية ارحب المطلة على مطار صنعاء الدولي ورغم ان الجيش لم يسيطر بعد على مديرية نهم كليا الى ان وصول قواته الى ارحب يعني ان المعركة قد انتقلت فعليا الى مرحلة جديدة تعني ان المسار العسكري هو المسار الاقرب للوصول الى العاصمة وان الكثير من الخطوط الحمراء التي وضعتها القوى الدولية في المرحلة السابقة قد سقطت وصارت صنعاء اقرب من اي وقت مضى نبدأ النقاش في موضوع هذه الحلقة بعد ان نشاهد التقرير التالي لزميل ماهر ابو المجد قوات الجيش الوطني تعبر نهم بعد معارك شرسة دامت لاشهر العبور من نهم يعني الوصول الى مشارف ارحب وما بعد ارحب ليس كما قبلها هذا ما تقوله المعطيات العسكرية والتاريخية فئا فالوصول الى ارحب يعني السيطرة النارية على ضواحي العاصمة ومطار صنعاء بالاضافة الى التحولات الميدانية التي ستشهدها المعركة فالجغرافية هنا ليست بنفس تعقيدات ووعورة المناطق في نهم وهو ما يعني انها ستكون عاملا مساعدا في مواصلة التقدم باتجاه معقل الانقلابيين اذا هي ضربة قوية تلقتها الميليشيا في خط الدفاع الاول عن العاصمة فالتقدم هنا يعني الاتجاه نحو حسم المعركة مع الانقلابيين وذلك بالنظر لما تمثله العاصمة من ثقل سياسي وعسكري للميليشيا ودخولها يعني كسر الانقلاب ان لم يكن اسقاطه محللون يرون ايضا بان هذا التقدم يعني سقوطا للخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي حول صنعاء طيلة الفترة الماضية وذلك للابقاء على قدر كبير من حضوظ الميليشيا في التسوية السياسية في حال بقاء العاصمة تحت سيطرتهم وبالنظر الى ما سبق يبدو بان الايام القادمة ستكون اياما حاسمة في معركة صنعاء التي تعتمد بشكل كبير على مدى قدرة قوات الجيش الوطني على مواصلة هذا التقدم او الحفاظ عليه في اقل الاحوال ينضم الينا في البداية من نهم الصحفي صالح القطيبي اهلا بك الاستاذ صالح بيان الجيش يقول ان القوات الجيش الوطني وصلت الى مشارف ارحب فيما تبدو الصورة ربما بسبب التعدد في المصادر والاخبار غير واضحة حتى الان ما هي حقيقة الوضع بحسب رصدك المعارك مستمرة بين رجال الجيش الوطني والمقاومة ومسنودة من طيران التحالف وماليشي الحوتي والمخلوع مستمرة من ساعات الصباح الاولى واستطاع رجال الجيش الوطني والمقاومة تقدم اليوم وتحرير عدد من السلسلة الجبلية من تب الكناصين والمعارك حتى هذه اللحظة تدور حول هذه التبه وتبه الحمراء وبتحرير هذه المواقع تعتبر نهاية السلسلة جبل يام ومن ثم السيطرة النارية والاطلال مباشرة على عزلة مسورها التابعة لمدرية نيف اما في جهة الشمال فقد تمكن الرجال الجيش الوطني والمقاومة صباح اليوم من التقدم شمال منطقة ببوعة التابعة لمدرية نيف والصباح والتمركس في هذه المواقع وهذه مواقع تريبا لمدرية ارحب وان شاء الله خلال الساعات القادمة وستخلال الايام القادمة يتم التقدم صوب نقيل بن غيلان والعاصمة الصنعاء وكل المظن ان شاء الله المعارك الآن تتركز في اكثر من منطقة ربما في شمال نهم ومنطقة اخرى هي قريبة من نقيل بن غيلان الجبهة التي توجد باتجاه نقيل بن غيلان تسمى جبهة الميسرة غرب جبل المنارة باتجاه مركز المديرية المديدة هناك كانت اشباكة متقطعة اما المعارك العنيفة التي دارت والشريسة منذ ساعة الصباح الاولى كانت وتركزت في منطقة حول التبهة الحمراء والقناصين وستطاع رجال الجيش الوطني والمقاومة تحرير عدد من ثباب تبهة القناصين الممتدة لأكثر من اثنين كيلو من شمال منطقة الحول واستقدم ايضا في نفس الجبهة التي تسمى جبهة الميمنة شمال ضبوعات فضاع رجال الجيش الوطني والمقاومة من خلال معارك الشريسة استمرت الى ظهر اليوم واستقدم وهذه اماكن تكمن اهمية السيطرة على هذه الاماكن بانتهاء المواجهات في شمال مديرية نيه وتصبح الان الارض التي تدور فيها المعارك ارض سهلة وقريبة وكما تعرف ويعرف الاخوة المشاهدون بان مدير من احبار مديريات محافظة وتتخلى لها العديد من الاودية والشعاب ذات السلسلة الجغرافية الطبيعية المعقدة هناك احد من الاودية وعدد من التباب وعدد من الجبال ما ان يمر الرجل او يمر الناظر ويظن انه نهاية هذه السلسلة حتى امامه عدد من السلسلات ومن التباب طيب الان هناك حديث عن ان المعارك ربما انتقلت الارحاب هل يمكن الحديث عن هذا بشكل فعلي ونهاية ام ربما ما زالت هناك بعض المواجهات والاشتباكات في بعض المناطق فيما يخص الميمنة القريبة من ارحاب تحاول الميليشيات جر رجال الجيش الوطني والمقاومة بخوض معارف جهة هذه المناطق وكان اخذ اثلاف بانه المناطق او المساحة التي تفصل الجيش الوطني والمقاومة عن مديرية ارحاب واولة براء ارحاب تبعد اكثر من ثلاثة عشر وسبعمائة متر حتى هذه اللحظة وهذه اماكن تريد الميليشيات ان يتخوض المعارك وانتقال المعارك اليها والحرير هذه السلسلة الجبلية الصباح رجال الجيش الوطني والمقاومة تبوت في هذه المناطق والانطلاق باتجاه القلب برهن وعزرة مسورة والوصول الى نكيل ابن غيلان لان هذه الاماكن التي تريد الميليشيات ان تكون تحل المعركة واندلع المواجهات العنيفة فيها عبارة عن سلسلة من الشعاب والجبال ايضا في مديرية ارحاب لكن الخوض والانطلاق الجيش الوطني باتجاه نكيل ابن غيلان ستصبح مديرية ارحاب اقرب بقريب من هذه المناطق التي يحاول تحاول الميليشيات جرى الجيش الوطني والمقاومة لخوض المعارك فيها شكرا جزيلا لك الصحفي صالح القطيبي كنت معنا من نهم وينضم الينا من مارب رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف اهلا بك سيادة اللواء بداية لو تضعنا اهلا بكم في البداية لو تضعنا في صورة خارطة المعارك الحاصلة الان في نهم حتى تتضح الصورة اكثر للمشاهد الانجازات اليوم التي تمت مهمة وقد وصلت في بعض اتجاهاتها من ناحية الشمال الغربي الى حدود او مناطق متاخمة تماما للارحب وبعضها في قرى ارحب او في اطراف ارحب الاهم من هذا كله ان الجيش الوطني الان يسعى لاستكمال السيطرة على التبة الحمران وبقية مرتفعة او ما يسمى التبة القناطين الكلام الذي يقال في الاعلام وفي الصحافة شيء وما نتحدث عنه اليوم من انجاز حقيقي على الارض شيء اخر وبإمكان الصحفيين والمهتقين بالشأن الاعلامي ان يرهبوا الى اراج المعارك في فرضة نهم كر وفر يعني كانت يعني في العام الماضي انما في الستة الشهر الاخيرة هي تقدم للجيش الوطني على طول يعني قد يبدو للبعض بطيئا ولكنه تقدم اسمه تقدم والذي يعرف طبيعة الطبيعة الجغرافية لنهم وتشعباتها وتعدد سلاسلها الجبلية وتعدد مرتفعاتها وتداخل السيطرة لهذه المرتفعات تداخلها من حيث الحكم والسيطرة على بعضها لا يسأل لماذا تأخرت العملية الحسن في نهم ولكن كيف تتقدم في هذه الطبيعة الجغرافية الصعبة طيب ونحن نتحدث عن هذه المعارك في طوب صنعاء رغم ظروفها الصعبة الجغرافية ما الذي يمثله اليوم وصول قوات الجيش الوطني الى مشارف ارحب انجاز غير عادي خاصة بعد ان نجح الجيش الوطني في قطع طريق هران هناك طريق انداد تأتي من الجوف هران المدفون قطعت هذا الطريق تمت السيطرة على المدفون في فترة سابقة وقطعت هذه الطريق نهاية على بعض المواقع التي كان يسيطر عليها الانكلابيون واصبحت سيطرة تلجئة الجيش الوطني يبقى ان يصل الجيش الوطني باذن الله بعد محلي الى طريق صنعاء مأرب طريق الاسفلتي وحين يصل هناك تكون همية او تكون نهم بالكامل تحت السيطرة ومنطقة داخلية بالنسبة للجيش الوطني وان شاء الله لن يكون هذا بعيد باذن الله يعني طيب في البيانة الصادر عن الجيش الوطني والذي نقله موقع سبتمبر نت قلتم ان مركز العمليات بالنسبة لكم سينتقل الى ارحب هل يعني هذا توقف المعارك في نهم على الرغم من عدم السيطرة الكاملة على كل اراضي مديرية نهم هذه مرحلة تالية مرحلة تالية تقررها القيادة وحينما يعني يصدر القرار سننفذ ولكن هكذا ينبغي ان يكون حينما تتم السيطرة على انهم بالكامل بالتأكيد لا بد ان يكون هناك مركز عمليات متقدم في ارحب طيب التقدم الان بحسب ما تقتضيه طبيعة العمليات والقرار العسكري والسياسي من القيادة السياسية والعسكرية العليا حتى الان لم يكن هناك قرار بالتنفيذ انما هو قرار محتمل في حالة استكمال السيطرة او هو لازم في حالة استكمال السيطرة ان شاء الله على مديرية نهم تقصد قرار باتجاه المضي نحو ارحب ام ماذا يعني نقلا لان يكون هناك قيادة متقدمة هذا امر تطلبه المعركة ولكن انا نتحدث شيء سابق لاواني طيب ايضا الزميل الصحفي صالح القطيبي كان معنا منهم قبل قليل ويتحدث عن ربما مسافة تصل الى 13 كيلو متر تفصل ما بين الضبوعة وارحب وقال ربما ان الميليشيا تريد سحب قوة الجيش الى خوض معارك في تلك المنطقة وربما هناك العديد من التحديات والصعب اليمثل هذا التحدي الان وعاق واستباق ربما للحديث عن ان المعارك انتقلت الى ارحب في بعض المناطق التي سيطر عليها الجيش اقل من 13 كيلو متر تفصل لعباء بل وصل الى تقوم ارحب وانا لا اتثور ان القيادة في الجيش الوطني بهذا القدر من السلاجة بحيث تجرع الى معارك جانبية الخطة العسكرية في مديرية نهم محسوبة ومحددة وهناك مهام المديرية نفسها المحاولة القتل فيها رئيسية ثلاثة بل هي خمسة الميمنة والميسرة والقلب وهناك ميمنة الميمنة وميسرة الميسرة تشعبات في هذا الجانب وكل خطوة لا تتم الا عبر تخطيط علميا والتجارب السادقة انا اتصور انها قد حصلت الجيش الوطني وقيادته عن ان يجروا الى معارك جانبية او الى مصائد لابطال الجيش الوطني لان هناك سؤال يتحدث عن ان التقدم باتجاه ارحب في ظل وجود قوات الميليشية التي ما زالت موجودة في بعض مناطق نهم وصرواح ومناطق اخرى ربما لا يعد امن وبالتالي السؤال المطروح كيف سيتعامل الجيش الوطني المقام الشعبي مع هذا الامر هذا محور من محاور القتال في ميمنة الميمنة وهناك ميسرة الميمنة وهناك القلب في نام وهناك الميسرة وميسرة الميسرة هناك مواقع اسكرية تمتد من المنارة جنوبا الى الدوة وامتداداتها وضبوعها شمالا المجمهية جبهة واحدة عشان يمكن ان نبحث عن حكم عليها او مخاوف تأكيد هذه المخاوف في ذهن القيادة في ذهن المخطط العسكري في ذهن المخطط التراتيجي لهذه العمليات في ذهن تماما لان المخطط العسكري الناجح هو الذي يضع نفسه في مكان العدو ويضع كل الاحتمالات طيب في السابق سيادة اللواء كان يقال ان الطريق الى صنعاء يمر عبر نقيل بن غيلان هل تم تجاوز هذا الامر الان وصار بالامكان الوصول الى صنعاء بعيد عن هذه العقبة لم يتحدث احد عن هذا ولكن نحن العملية تتم وفق خطط يعني وهناك ادوار تكاملية حين تنتهي الميمنة الميمن من مهامها ستنتقل الى مهام اخرى ويكون الجانب الايمن من برية نهم باتجاه صنعاء امن لتحدث التقدم لمحاور اخرى قتالية ليس من المستحسن الحديث عنها في برنامج تلفزيوني طيب ونحن نتحدث عن وصول قوات الجيش الوطني الى مشارف ارحب ايضا يعود الحديث مرة اخرى عن الضغوط والخطوط الحمراء التي كانت مفروضة من قبل المجتمع الدولي هل يمكن القول الان ان هذه الخطوط الحمراء قد سقطت وان متغير قد حدث هي طبعا موجودة ولكن استطيع ان اؤكد ان الدولة الشرعية اليمنية متحررة منها تماما الان يعني لم تعد هذه الضغوط يمكنها ان تؤثر على القرار السياسي والعسكري في استعادة الدولة لسبب رئيسي وهام هو ان الميليشيات الانقلابية هو ان الانقلابيين قد افقطوا فعاليات او ابطلوا فعاليات مثل هذه الضغوط او هذه القطوط الحمراء بافشالهم لعمليات السلام واسرارهم على الحرب والعمليات القتالية القرار السياسي الان وكانت عنوينه الرئيسية قد جاءت في سطاب رئيس الجمهورية يتمثل في ان استعادة الدولة هو الهدف الاستراتيجي وان العملية التالية سواء في الساعة الغربي لتعز او في محافظة الصنعة او في الجوف وصعدة او في المنطقة الشمالية الغربية في المنطقة العسكري الخامسة ميدي وحرض ليس لها سوى هدف استراتيجي واحد هو استعادة الدولة عمليات عسيلان شبوة حريب بيحان تعز المخى القوخة الاقليم تامة بشكل عالمي دي وحرض صعدة الجوف مأرب صنعة صروح كلها تتكامل فيما بينها فيه اتجاه تحقيق هدف استراتيجي واحد وهو استعادة الدولة ورمزها الاكبر صنعة شكرا جزيلا لك اللوام حسين خصروف رئيس زائرات التوجيه المعنوي كنت معنا من مأرب وينضم الينا من الرياض رئيس مركز ابعاد للدراسات عبدالسلام محمد اهلا بك سيد عبدالسلام اهلا تقدم مهم باتجاه ارحاب قراءتك لهذا التطور في المسار العسكري قولا يجب وضع نظرة عامة على هذه الجبهة وهي جبهة مهمة جبهة كنهم وكان التقدم مستمر ودائم فيها بغض النظر الوصول على بالقرب من خدود او منطقة ارحاب او ابعاد لكن الخط نفسه خط الوضع العسكري هو متجه بالسيطرة على العاصمة صنعاء بدءا من السيطرة على مطار صنعاء وهذه السيطرة تفرض الوصول الى ارحاب وبالتالي فان هذا التقدم يعتبر مهم جدا في محاولة استعادة العاصمة صنعاء طيب هذا التقدم مهم ايضا في ظل بقى بعض المناطق في نهم وصرواح تحت سيطرة الميليشيا طبعا في الخطط العسكرية الجيوب التي يصعب تحريرها عادة لا يمكن ان تدفع فيها كلفة من السمن طالما ان وضعها ليس وضع استراتيجي اكري يستطيع من خلال يتخاصم ان يصل الى مناطب مهمة هذه الجيوب تعزل عن بعضها البعض عادة ويمكن التقدم الى مناطق اكثر استراتيجية كما عمل الجيش الوطني والمقاومة خلال الفترة الماضية في عزل بعض الجيوب القريبة من مركز مديريتنا وهو سقطت كثير من المناطق العسكرية التي اعتبر كانت استراتيجية بالنسبة للانفلاديين بعد عزلها وبالتالي فانه من المهم ايضا دراسة الكلفة والثمن في مسألة التقدم العسكري وعادة قد تصل الى منطقة استراتيجية بتوحيث شريع وبكلفة اقل ويمكنك استعادة تلك البيوت بعد فترة معينة من الاخصار عليها طيب ونحن نتحدث عن هذا التقدم اليوم في جبهة نهم ماذا عن الضغوط الدولي التي كان يقال انها ممارسة من قبل المجتمع الدولي على التحالف والشرعية وانها توقف تقدم قوات الجيش باتجاه العاصمة صنعاء هل هذه الضغوط والخطوط الحمراء المفروضة قد سقطت اذا كانت موجودة اللواء محسن خسروف يقول انها لم يعدها اي تأثير الان المجتمع الدولي عادة هو يمارس ضغوط باتجاه الفريق الذي ربما يستهدفه اي بلوبي مسيطر على صانع القرار الدولي ونحن نعرف ان هناك تغيرات واحدة الولايات المتحدة الامريكية حيث ان باراك اوباما رئيس السابق الولايات المتحدة الامريكية كان يحرص كثيرا على انجاح الاتفاق مع ايران وبالتالي يحرص كثيرا لارضائها وارضاء لوبيها وبالتالي كانت موجودة كبيرة الآن تغير وجاء ترامب هناك تغيرات واضحة جدا ثانيا العمل ليس عند الحكومة اليمنية وحدها بل في كتلة طلبة متماسكة مع التعالف العربي تقولها دول الخليج اهمها المملكة العربية السعودية وهذا مهم جدا في التأثير عاصة عن القرار الدولي ثالثا ان المجتمع الدولي وصل الى قناعة انه لم يستطع ان يعطي فرصة اكثر مما اعطاها هذه الانتلابيين قد عطاهم فرص في وقت افضل قبل الوصول الى عدن وحتى بعد تحرير المحافظات الجنوبية وقبل الوصول الى المخاء وقبل الدخول الى صعدة وقبل الوصول الى نهم والان قد تحركت فترة سابقة حتى قبل هذا التقدم الاخير في كل الجبهات ولكن لم يجد اداما من قبل الانقلابين ويبدو واضح جدا ان الانقلابين ينتحرون في هذه الحرب طيب هل يمكننا الان القول ان الانتقال باتجاه ارحب ربما سيفتح الطريق لتكون العاصمة هدف نهائي ام هو كما يرى البعض ليس سواء مجرد تقدم تكتيكي ربما في اطار الضغوط الممارسة من اجل التوصل الى حل سياسي كما يطرح في كثير من الاحيان من قبل البعض لا يوجد نستطيع ان نقول في استعادة العاصمة لا يوجد شيء تكتيكي يعني الوصول الى الحد هو معناه سيطرة على مطار سمعه والسيطرة على مطار سمعه معناه سيطرة على العاصمة أساسا وبالتالي لكن نستطيع ان نقول ما هو المشهد الاخير الذي ستغلق الحرب بها ربما هذا في حال القدرة على الوصول الى مطار سمعه لكن ما يطرح ويقرى بانه مجرد تكتيك الحديث الان عن معارك على مشارف ارحب ربما فقط نعم نعم في حال وصول الى ارحب معناه سيطرة على المطار سيطرة على العاصمة لكن كيف سيغلق المشهد الاخير للحرب في اليمن انا اعتقد انه بعد الوصول اصطيع اقول انه سيطرة على المطار معناه سيطرة على العاصمة بعد ذلك ستكون هناك فرصة نهائية لخروج الانغلابين في وضع مختلف اخر يعني غير الوضع الذي كانوا عليه من قبل بمعنى انهم طرد عليهم الاستخدام سيكون فرد وبالتالي ستشرك بعض الجماعات من الانغلابين الذين الذين يقبلون بالعمل السياسي ويستبعد الذين يريدون استمرار العمالهم العسكرية والتخريبية وبالتالي انا اعتقد ان هذه المسألة قد تديرها يعني التحالف العربي قد يديرها بشكل افضل خلال الفترة القادمة لكن عمليا الان على الارض نحن نتحدث عن معركة وهذه المعركة ستصل الى مطار صنعاء قريبا بإذن الله الغير متفائلين ربما يبنون رأهم وفق رؤية ان المعركة هذه ربما ما تزال مرشحة لانها ستأخذ مسار طويل قياسا بحجم الاستعداد العسكري للميليشيا في المناطق المحيطة بصنعاء باعتقادك انت كيف سيؤثر تقدم الجيش الى ارحب ووصوله الى مشارف ارحب انا اعتقد ان الحرب شارفت على الانتهاء وعندما نقول شارفت على الانتهاء ليس معناها غدا ستنتهي الحرب حتى العام والاشهر هي قليلة بالنسبة لزمن الحرب ولكن شارفت على الانتهاء وشارفت على ابعاث او انهاء الانقلاب تماما في اليمن وما اعتقد هو ان المسالة يعني ابقاء الانقلاب الان معاندا هي فترة يعني يعني الوقت ليس الا الامور تتجه باتجاه سيطرة عسكرية وباتجاه انهاء الانقلاب ولا يوجد يعني هناك مسألة يعني جانبية ومهمة جدا هي التي تؤثر على على التحالف العربي والشرعية وبمسألة المجاعة والجانب الاقتصادي هذه المسألة يجب ان تعالج خلال هذه طيب صد عبد السلام من العوامل المؤثرة في هذه المعركة ربما ايضا الحزام القبلي هل سيعطي التقدم باتجاه ارحب مفعوله باتجاه تفكيك جبهة صالح والحوثي القبلية حول صنعاء طبعا اذا قسمنا قسمنا المعركة الحاصلة هي لتجثة عوامل العامل اول جانب البشري وهو الجانب القبلي المحيط بالعاصمة الثاني الجانب الجيوسياتي المحيط بالعاصمة والجانب الثالث هو الكادر العسكري الكادر العسكري يمتلك الجيش اثبت انه مدائما في تقدم واثبت التضاريس مهما كان قوتها وتقاتل الى جانب الخط من مصبوبتها الا ان الجيش اللطن والمقاومة التطاع ان يهزموا هذه التضاريس والاهم الثالث انه لا يمكن على الاطلاق الحديث عن تقدم عسكري ما لم تكن هناك حاضمة اجتماعية بالمعنى لصح مؤشرات الحاضمة الاجتماعية موجودة لصالح شرعية شكرا جزيلا لك عبدالسلام محمد رئيس مركز ابعاد للدراسات وايضا الشكر الموصول لضيوفي في هذه الحلقة من زوايا الحدث وصلنا الى نهاية هذه الحلقة تحية الطاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة زميل كمال حي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة